نبدأ هذا النقاش بانضمام ضيفي من بنغازي خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني معي من لندن دكتور عبدالعزيز غنية الأكاديمي والباحث السياسي مرحبا بكما أبدأ معك سيد خالد الحكومة باقية بغض النظر عن سحب الثقة وهو مصرح به السيد لدبيب ما هو شكل المرحلة القادمة على ضوء كل هذه التطورات برأيك أهلا بك سيدة هبة وبضيفك ومشاهديك الكرام على كل حال هذه زوبة في فلجان ليس أكثر لأن مجلس النواب هو الذي يعطى الشرعية لهذه الحكومة وهو الذي سحب من الشرعية ثم أعتقد أن وضح مجلس النواب على لسان ناطق الرسمي ثم على لسان السيد المستشار عقيل صالح بأن سحب الثقة هذه لا تاني طرد الحكومة ولكن غل يد الحكومة عن التصرف في الأموال الليبية كبح جماحة بيبة في العبث بأموال الدولة الليبية في توقيع الاتفاقات سواء كان مع جمهورية مصر العربية الشقيقة أو مع تركيا هذه الاتفاقات والمعادات التي تمت سواء مع تركيا أو الاتفاقات الاقتصادية مع مصر المادة السادسة البند العاشر من خارطة الطريق من هذا الاتفاق الذي تم في جينيف والنتج عنه خارطة الطريق البند السادس المادة العاشر تقول بأنه لا يجوز لهذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية توقيع أي اتفاقيات أو خامت أي معاهدات على الإطلاق ووضحت بقية المواد طبيعة عمل هذه الحكومة في الدهاب لحل حلة المشكلة الاقتصادية ومساعدة الليبين في تجاوز الأزمة الاقتصادية ثم بعد ذلك الدهاب للتجهز للانتخابات من دعم مفوضية العليا للانتخابات من جهة وكذلك العمل على دعم اتفاقات خمسة مقابل خمسة وطلب للقوات الأجنبية كافة بالرحيل وكذلك من المغتزقة وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح سيد خالد سحب الثقة اليوم هل يسهم وفعلا يحقق هذه المطامح التي ذهب البرلمان وسحب الثقة لأجلها نأمل أن يتم ذلك ولكن سيدة بيبة ذهب إلى أقصى ذلك ذهب لإعلان الحرب على البرلمان وأنه يجب أن يسقط البرلمان لماذا هذا القتال من أجل الأموال؟ لماذا هذا القتال من أجل الميزانية التي صرف منها حتى الآن 51 مليار؟ أين ذهبت هذه المليارات الواحد وخمسين؟ ولا زالت أزمة الكهرباء ولا زالت أزمة كورونا ولا زالت المفوضية العلية للانتخابات يتم دعمها من خارج ليبيا ثم بعد ذلك هذا القتال المستميت على حكومة لشهرين قادمين ولم ينجز إنجازات هذه الحكومة والمتطلبات لهذه الحكومة وهو تجهيز الأرضية للانتخابات القادمة كل ذلك ضرب به عرض الحائط ولم يلتفت إليه بل هو الآن ملتفت إلى صراع يقود هو وهو صراع الميليشيات صراع الجماعات المتشددة في السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وسيطرة على الأموال الليبية هذا ما يقوم به إدبيبة حقيقة وإلا لم تتلى للأمر وذهب للإستحقاقات التي يطلبها الليبيين هذه الإستحقاقات تتمثل في الذهاب إلى الانتخابات في موعدها 24-12-21 هذا ما جاء من أجلي دعني أرحب بمجرد بضيفي دكتور عبد العزيز دكتور عبد العزيز استمعت إلى ضيفي من بنغازي هل اليوم سحب الثقة سيحل مشكلة وما ذهب إليه السيد لدبيبة واليوم التحريض بالشارع تحريض الليبيين على الخروج بمظاهرات ضد البرلمان هل يحلحل ويسهم بإنقاذ ليبيا أولا أشكرك على الاستضافة أستاذة الكريمة وتحية إلى أخونا خالد من بنغازي وتحية لها لنا في بنغازي وفي طرابس وفي كل ليبيا قرار صحب الثقة من البرلمان يعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير وأخرجت الصراع الحقيقي الذي دابت الأطراف الليبية على التمايز عنها والدهاب عن عدم التركيز عليه وهو أن الدبيبة اليوم يمثل المجموعات المتحكمة في العاصمة ولا يريد أحد أن يلزمه بأي قيود ويتصرف وكأنه رئيس حكومة مطلق منتخب من الشعب ولم تأتي به ترتبات وقتية مواقة لعملية الانتخابات أيضا يبين الصراع المحموم ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الأعلن الدولة والإسلام السياسي والمتحكمين في العاصمة طرابلس من أيهما يستطيع قصر عنق الآخر لأن الانتخابات القادمة ستكون أما انتخابات رئاسية أو برلمانية لا المجلس الدولة والمجموعات المتحكمة في العاصمة تريد أن تكون هذه الانتخابات انتخابات برلمانية وبالتالي سحب البساط من تحت البرلمان في طبرق والأتيان ببرلمان مدجن إلى العاصمة طرابلس ليتم بعدها تفصيل بنود انتخاب الرئيس التي في مقدمتها إقصاء المشير خليفة حفتر أو سيف الإسلامي جدا في وبالتالي نحن أمام معركة ضروص سياسيا أقصد تستخدم فيها كل الأدوات نعم الحكومة مازالت مستمرة حكومة تسيير أعمال ولكن الدبيبة بخروجها بالأمس حاول أن يستغل مجموعة من الشباب البسيط الذي فرح بحقود الجواز وهذا اللي قاف عن العمل أو صعب الثقة لا يقف كل هذه الاستحقاقات التي من صميم عمل الحكومة أو عمل حكومة تسيير الأعمال ولكن يريد الدبيبة أن يحقق هدفين أساسين رفع قيمتها في الانتخابات رغم أنه أتى بالفساد وأتى من الرشاوي التي لم تفصح عنها الأمم المتحدة وبعت الأمم المتحدة من هنا متهمة أمام الشعب الليبي لأنها لم تكمل التحقيق عندما استشارت وألزمتها بعض الضول بالصمت عن هذا التحقيق وهو تحقيق الرشاوي في اجتماع جينيف الذي أفرز حكومة تدبيبة يعرف الليبيين حصول أموال حكومة تدبيبة وما هي طريقته في إدارة العمل لم يلتزم لا ببنود الاتفاقات وهذه جزء من المشكلة الليبية سيدتي الفاضل أن لا أحد يلتزم بأي شيء من القانون ذكر رئيس الدكتور غسان سلامة في يوم اليوم أن ليبيا منذ 2011 وهي تسير غير قانونية المحاكم المستشارين بالمحكمة العليا يقولون أن كل هذه الإجراءات تعتبر غير قانونية وغير دستورية يحاول الإسلام السياسي اليوم فتح المحكمة الدستورية في جزئية معينة فقط من أجل أن توظف ضد قرارات مجلس النواب لا يعني هذا أننا معنا قرارات مجلس النواب بصعب التقة ولكن مثل ما أوضح مجلس النواب نفسه ورئيس مجلس النواب أنه هو الذي أعطى التقة وهو الذي يستطيع أن يصحبها ونرى الدبيبة قد ناقذ نفسه بنفسه لأنه سعى جاهدا لليل تقة البرلمان واليوم يحاول أن يقف ضد البرلمان سيد خالد على ضوء كل هذه التطورات ما مصير أصلا الانتخابات وخارطة الطريق واليوم البعثة الأممية والدول الداعمة للعملية السياسية كلها ترفض قرار سحب الثقة هذا سيدة هبة أنا أعتقد أن طريق الانتخابات ممهد إذا أراد الجميع الذهاب إلى الانتخابات أولا قانون انتخاب الرئيس قد صدر من مجلس النواب وأحيله للبعثة الأممية وأحيله لمنفوضية العليا للانتخابات قانون انتخاب مجلس النواب القادم من خلال تواصلي مع الأعضاء ومع رئيسة مجلس النواب هذا القانون على اللمسات الأخيرة قد يصدر خلال نهاية جلسة الأسبوع القادم أو بالكثير جلسة الأسبوع ما بعد القادم قانون متكاملا صحيحا ربما ستكون الدوائر هي نفس الدوائر السابقة حتى لا يتحدث خلافات كثيرة في هذه المسألة وبالتالي قانون انتخاب مجلس النواب شبه جاهز لإحالته للبعثة الأممية وإحالته للمفوضية لاتخاذ إجراءاتها من أجل التجهز تقنيا وفنيا وإداريا للانتخابات القادمة وبالتالي الطريق ممهد وواضحة بصدور قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب ولا حجة لأحد بعد ذلك على هذا الأمر وأعتقد أن يانكوفيتش في بياني أمس كان حريص على أن يتحدث عن رغبة الأمم المتحدة في إصدار قانون انتخاب مجلس النواب القادم طيب دكتور عبد العزيز وباختصار من فضلك هل فعلا الطريق لا تزال ممهد تجاه الانتخابات وتحقيق خارطة الطريق المرسومة لليبيا على ضوء كل هذه التطورات ما زالت الطريق ممهد لأن الانتخابات في يد المفوضية العليا للانتخابات ومدى جاهزيتها تظل الأطراف المختلفة في ليبيا تضغط على المفوضية ربما بعض الأطراف تريد تأجيل الانتخابات الرئاسية ولا تريد تأجيل الانتخابات البرلمانية وكل يسعى لمصالحة السياسية شكرا جزيلا لكم من بنغازي خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني والشكر موصول لك من لندن دكتور عبدالعزيز غنية الأكاديمي والباحث السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر